اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية ادوية الزكام والسعال مقدمة يحدث الزكام بسبب فايوس وهو يسبب في معظم الاحيان التهاب الحلق وانسداد الانفي والسعال هناك معالجات كثيرة من اجل الزكام ويعد الاكثار من تناول السوائل بالاضافة الى الراحة طريقة طبيعية في معالجة الزكام لكن هناك ادوية يمكن ان تفيد في تخفيف الاعراض وتسريع زوالها يشرح هذا البرنامج ادوية الزكام والسعال وهو يتناول اعراض الزكام والسعال واسبابهما كما يشرح البرنامج سبل المعالجات البديلة والاثار الجانبية لادوية السعال والزكام اعراض السعال والزكام يسبب الزكام مجموعة متنوعة من الاعراض وتعتمد الاعراض التي تظهر لدى المريض على نوع الفيروس المسبب للزكام فهناك اكثر من مئتي فيروس يمكن ان تسبب الزكام يستغلق ظهور اعراض الزكام من ثلاثة ايام الى خمسة ايام بعد التقاط الفيروس وقد تشتمل الاعراض على ما يلي الام جسدية او صداع سعال واحتقان تعب حمى يمكن ان تظهر اعراض اخرى ايضا ومنها تحسس او التهاب في الحلق سيلان او انسداد الامف والعطاس تدميع العينين يعد الزكام مرضا تنفسيا خفيفا يمكن ان يستمر عدة ايام وهو مرض مختلف عن الانفلونزة التي يمكن ان تسبب مشكلات صحية اكثر خطورة وان تستمر عدة ايام او عدة اسابيع تكون اعراض الانفلونزة اكثر شدة من اعراض الزكام عادة كما تكون اسرع ظهورا ايضا ولذلك يجب على المريض ان يستشير مقدم الرعاية الصحية اذا صارت الاعراض شديدة على المريض البالغ ان يستشير مقدم الرعاية الصحية في حال ظهور اي عرض من الاعراض التالية حمى مع تعرق او قش عريرة او سعال او قشع ملون تورب العقد اللمفية الم الجيوب من الممكن ان يستمر السعال الحاد بضعة ايام فقط وتكون معظم حالات السعال الناتج عن فيروس الزكام من النوع الحاد السعال المزمن هو السعال الذي يستمر اكثر من ثمانية اسابيع لدى الشخص البالغ او اكثر من اربعة اسابيع لدى الطفل وقد يكون السعال المزمن علامة على مشكلة صحية اخرى تستوجب رعاية طبية تكون مضاعفات الزكام لدى الاطفال اكثر من المضاعفات التي تظهر لدى البالغين عادة ويجب استشارة مقدم الرعاية الصحية اذا ظهر لدى الطفل اي عرض من الاعراض التالية ألم بطني وتقيق تشفاف او تراجع غير طبيعي في كمية البول وفي كمية السوائل التي يتناولها الطفل يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية اذا ظهر لدى الطفل اي عرض من الاعراض التالية صداع او تيبس الرقبة او ألم الاذن بكاء مستمر او سعال مستمر او صعوبة في التنفس النوم اكثر من المعتاد يجب ايضا استشارة مقدم الرعاية الصحية على الفور اذا ارتفعت حرارة الطفل الذي يقل عمره عن 12 أسبوعا الى 38 درجة مئوية او اكثر ارتفعت حرارة الطفل الذي تجاوز 12 أسبوعا الى 40 درجة مئوية او اكثر يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية فورا إذا استمرت الحمى لدى طفل لم يبلغ عمره سنتين أكثر من 24 ساعة استمرت الحمى لدى طفل تجاوز عمره سنتين أكثر من 48 ساعة أدوية الزكام والسعال لا يوجد علاج للزكام لكن الأدوية التي تباع بوسط طبية أو من غير وسط طبية يمكن أن تكون مفيدة وتستطيع هذه الأدوية تخفيف السعال وغيره من أعراض الزكام مضادات احتقان الأنف مثل فينليفرين وأكسيميتازولين يمكن أن تفتح الأنف المسدود كما يمكن أن تزيل المخاط وغيره من المواد المهيجة من الجيوب والتجاويف الأنفية كابتات السعال قادرة على تهدئته ويجرس إخدام هذه الأدوية عادة عندما يكون سبب السعال غير معروف وكذلك عندما يسبب السعال إزعاجا للمريض كما أنها تجعل إخراج المخاط أي القشع مع السعال أكثر سهولة الأدوية المقشعة هي نوع من الأدوية التي تستطيع حل القشع الموجود في الرئتين وهذا ما يجعل إخراجه مع السعال أكثر سهولة تساعد موسعات القصبات على تحقيق الراحة للسبل الهوائية ويجل استخدامها عن طريق الاستنشاق عادة وهي مفيدة من أجل تخفيف قصر النفس والسعال كما يمكن استخدامها من أجل المعالجة على المدى القصير أو على المدى الطويل تستطيع الأدوية المضادة للهستامين أن تخفف سداد الأنف أو سيلانه وأن تخفف العطاصة أيضا تخفف الأدوية المضادة للألم من الحمى والصداع والآلام الجسدية غير الشديدة ومن أنواع الأدوية المضادة للألم التي تباع من غير وصفة طبية الأسيتامينوفين ومضادات الالتهاب غير السيروئدية ومن الممكن أن ينصح مقدم الرعاية الصحية بأدوية مضادة للألم تباع بموجب وسط طبية إذا كانت الأعراض شديدة برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الآثار الجانبية إن الآثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن أدوية الزكام والسعال نادرة لكن هذه الآثار تحدث بالفعل وقد تحدث الآثار عندما يجري تناول الدواء بكميات كبيرة أو لفترة طويلة من الزمن من الممكن أن تسبب أدوية السعال والأدوية المضادة لاحتقان الأنف الآثار الجانبية التالية تسرع ضربات القلب وعدم انتظامها صداع شديد مستمر غثيان وتقيئ شديدان قد تشتمل الأعراض الجانبية الأخرى على ما يلي عصبية شديدة أو تململ شديد قصر شديد مستمر للنفس وصعوبة في التنفس من الممكن أن تسبب الأدوية المضادة للألم التي تحتوي على مادة أسيتامينوفين الأعراض التالية إسهال تعرق شديد أو تعب أو ضعف غثيان أو تقيئ أو فقدان للشهية من الممكن للأدوية المضادة للألم التي تحتوي على مادة أسيتامينوفين أن تسبب الأعراض التالية أيضا حمى والتهاب حلق ألم المعدة أو المعص أو الإيلام إصرار الجلد أو العينين وهو ما يدعى باسم اليرقان متلازمة ري هي مرض نادر لكنه خطير ومن الممكن أن تسبب هذه المتلازمة تورما في الكبد والدماغ وقد تبدأ متلازمة ري بفعل استخدام الأسبرين من أجل معالجة العدوى الفيروسية من الجائز استخدام الأسبرين للأطفال الذين تجاوزوا سنتين من العمر لكن الأطفال والمراهقين لا يجوز أن يتناول الأسبرين خلال مرحلة الشفاء من الزكام وينصح الأطباء بأن يستخدم المرض الصغار في السن أدوية أخرى مضادة للألم من الممكن أن تسبب مضادات الهستامين الأثار الجانبية التالية صعوبة في الحركة والتعامل مع الأشياء أو النعاس صعوبة التنفس جفاف الفم أو الأنف أو الحلق سخونة وتورد الوجه من الممكن أن تسبب الأدوية المضادة للهستامين الآثار الجانبية التالية أيضا هلوسة عدم انتظام ضربات القلب تململ شديد نوبات صراعية من الممكن أيضا أن تسبب الأدوية المستخدمة لمعالجة أعراض الزكام طفحا جلديا أو شرى أو حكة وهذه كلها علامات رد الفعل التحسسي ويجب استشارة مقدم الرعاية الصحية على الفور في هذه الحالة هناك آثار جانبية غير شديدة وقد لا تحتاج إلى رعاية طبية ومن الممكن أن تزول هذه الآثار من تلقاء نفسها بعد أن يعتاد الجسم على الدواء ومن هذه الآثار الجانبية قد تجتمل الأعراض الجانبية على ما يلي أيضا حساسية للشمس زيادة كثافة المخاط صعوبة النوم أو التعرض للكوابيس قد تظهر لدى بعض المرضى أعراض جانبية أخرى ويجب استشارة مقدم الرعاية الصحية في حال ظهور أي آثار جانبية غير محتادة المعالجات البديلة من الممكن استخدام علاجات منزلية من أجل تخفيف أعراض الزكام والسعال ولكن لا يوجد دليل مثبت على فعالية هذه الأدوية مع أنه من المعروف أنها مفيدة في بعض الحالات إن الراحة والإكثار من السوائل طريقة طبيعية من أجل معالجة الزكام يمكن أن تخفف أنواع العصير أو المرغ الخفيف أو الماء الدافئ مع العسل أو عصير الليمون الاحتقان وأن تقي من التشفاف ولكن يجب الافتعاد عن الكحول أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الزكام يمكن أن تخفف المحاليل الأنفية الملحية إنسداد الأنف واحتقانه يعد حساء الدجاج مضادا للالتهاب وهو أيضا يخفف الاحتقان من خلال تسريع سيلان المخاب وهذا ما يؤدي إلى تقصير زمن وجود الفيروس في بطانة الأنف يمكن أن تحافظ الرطوبة التي تنتجها أجهزة ترطيب الحواء على رطوبة الأخشية المخاطية وهذا ما يساعد على تخفيف الالتهاب والحكة في الحلق كما أن الرطوبة تتقضي على الجفاف الذي يساعد على انتشار فيروسات الزكام إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة يحدث الزكام بسبب فيروس وهو يسبب التهاب الحلق والسداد الأنف والسعال غالبا وهناك معالجات كثيرة من أجل الزكام ويعد الإكثار من تناول السوائل بالإضافة إلى الراحة طريقة طبيعية في معالجة الزكام لكن هناك أدوية يمكن أن تفيد في تخفيف الأعراض وتسريع زوالها يستغرق ظهور أعراض الزكام من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام بعد انتقاط الفيروس وقد تشتمل الأعراض على ما يلي آلام جسدية أو صداع سعال واحتقان تعب حمى يمكن أن تظهر أعراض أخرى أيضا ومنها تحسس أو التهاب في الحلق سيلان أو انسداد الأنف والعطاس تدميع العينين لا يوجد علاج للزكام لكن الأدوية التي تباع بوسط طبية أو من غير وسط طبية يمكن أن تكون مفيدة حيث تستطيع هذه الأدوية تخفيف السعال وغيره من أعراض الزكام إن الآثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن أدوية الزكام والسعال نادرة لكن هذه الآثار تحدث بالفعل وقد تحدث الآثار عندما يجري تناول الدواء بكميات كبيرة أو لفترة طويلة من الزمن من الممكن استخدام علاجات منزلية من أجل تخفيف أعراض الزكام والسعال ولا يوجد دليل مثبت على فعالية هذه الأدوية لكن من المعروف أنها مفيدة في بعض الحالات شكرا لاستخدامكم برنامج X-Plane ترجمة نانسي قنقر